حيث أجرت مرسلة التلفزيون المصري سالي سالم لقاءا مع وزير خارجية بنجلاديش ايكي عبد المؤمن على هامش فعليات مؤتمر المناخ كوب 27 نتحول إلى مدينة شارم الشيخ مشاهدين الكرام مازلنا في هذه التغطية الحية والمباشرة لفعليات هذا المؤتمر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الكثير من الجلسات على المستوى الحكومي والوزري وأيضا الفعليات التي تتم في إطار هذه الفعليات الرئيسية ويكون لنا هذا اللقاء مع ايكي عبد المؤمن وزير الخارجية بنجلاديش في البداية أرحب بسيادتكم معنا في القناة الأولى للتلفزيون المصري وأود أن أسألك بشأن مشاركتك هنا في قمة المناخ المنعقدة هنا في شارم الشيخ شكرا لسؤالك ودعوتي للقائكم في القناة الأولى في البداية أتوجه بالشكر للحكومة المصرية لأن ضمت موضوع مهم جدا وهو الأضرار والخسائر وهذه الخطوة الأولى الاستراتيجية لدينا في بنجلاديش هي أحد الدول المهددة والمعارضة لمقاطر التغيير المناخي هناك تعداد سكان هائل هناك حوالي ستمية وخمسين مليون شخص متضرر وفقد وظيفته ومنزله بسبب التغيير المناخي والاحترار العالمي وغيرهم من المشكلات المناخية لابد من حماية شعوبنا ولابد أن يكون هناك إجراءات من جنب الله لحماية كوكب الأرض للأجيال المستقبلية هذا هو موطننا الوحيد كوكب الأرض كيف يمكنت حمايته إذا كنت تريد حماية حدود الكوكب لابد أن تكون هناك خطط على المستوى العالمي للحفاظ على درجة حرارة الكوكب ما دون واحد ونصف درجة مئوية لابد أن تكون هناك خطط عمل مضنية لابد أيضاً من تشكيل الشراكات لتوفير التنويل البالغ مليارات الدولارات كل عام للتكيف ونصفها للتكيف ونصفها للتخفيف وكذلك لابد من الإدارة الجيدة لهذه المخاطر للحد من مخاطر التغيير المناخي لابد أن تتقدم الدول المتقدمة بمشاركات وتعزيزات كبيرة للدول النمية والمتضررة من التغييرات المناخية في المستقبل سوف يكون هناك التقديرات بملايين الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم ومنازلهم سوف تكون مشكلة أمن عالمي وسوف تتفاقم هذه الأزمة بدون العمل المشترك نحن كذلك نريد زيادة مشاركتنا ولكن ليس لدينا التكنولوجيا أو المال فبالتالي لزاما على الدول المتقدمة تقديم التكنولوجيا والتمويل اللازم لتقديم الطاقة النظيفة في بلادنا في بنجلاديش هناك خطة لتعزيز الرفاهية للشعب البنجلاديشي مع الحفاظ على الصحة ورئيس الوزراء حضر الكوب 26 وذكر كافة هذه المشكلات في بنجلاديش وخلال هذه العملية خسرنا ملايين الدولارات ولكن لا يتقدم أي طرف بتقديم التنويل اللازم نحن نحتاج حل لهذه المشكلة لأن التكيف ليس كافيا وحده لا بد من التخفيف لا بد أن يكون هناك تعاون مشترك اليوم لدي أخبار جيدة أحدها مصر ضمت موضوع الخسائر والأضرار في جدوى الأعمال القمة والأمر الثاني ألمانيا تقود مجموعة السبعة وبدأت برنامج الدرع المناخي وكذلك هناك منتدى للمناخ في بنجلاديش هدفه المساعدة في الحد من تدعيات التغيير المناخي واليابان قدمت حوالي 20 مليون فرنسا 8 مليون وغيرهم من الدول اللاحقة الأمر الثالث ما هو المهم للمناخ كيف يمكن وضع مبادرات وقد انضممنا لبعض المبادرات للمناخ لا بد أن نعمل لصالح بلدنا لدينا الكثير من المياه ولدينا أكبر دلتة في العالم لا بد من الحفاظ عليها لتعزيز النظام البيئي المناخي عندما نتحدث عن التمويل كيف توريد بنجلاديش حماية الشعب البنجلاديش اللي بدأ المشروعات الجديدة نحن نحتاج إلى المزيد من التمويل كل عام للموضوعات المناخية نحن أتاحنا 200 مليون دولار لتحقيق خطة العمل المناخية وتحقيق خطة الرفاهية من 20-23 حتى 20-50-200 مليون دولار وقبل ذلك الجمال الناتج المحلي لدينا يتضاءل بنسبة 2% وفي العام الأخير 8% بسبب الاحترار العالمي لا بد من أن يكون هناك تمويل ملائم لكافة هذه المساعي كما ذكرنا أننا سوف نقدم 400 مليون دولار وسوف نفي بهذا الوعد شكرا جزيلا شكرا الكرام الكثير من الدول يحتاج إلى التمويل للتخفيف ولإقامة مشروعات خضراء لحماية هذا العالم من التغيرات المناخية